اثار الازدياد الاخير في العمليات التي اطلقتها الشرطة لمصادرة الكلاب الكبيرة جدا او غير المسجلة هلعى اصحاب هذه الحيوانات الاليفة وصخط الناشطين في مجال الرفق بالحيوان غير ان احد عناصر قوى الامن يمد يد العون للكلاب المصادرة من قبل الشرطة كيزياوهاي الشرطة الخمسيني والذي فضل الكلام بالاسم المستعار الذي يستخدمه على الانترنت طريقة عمله بسيطة جدا فهو يعود في الخفاء الى مركز الشرطة حيث احتجز الكلب ويخرجه من قفصه ويخرجه من المركز انها بالتأكيد رصاصة الرحمة لهذه الكلاب لان هناك الكثير منها يتم احتجازه يوميا التقيت رجلا مسؤولا عن حجز الكلاب وقال انه يطبط حوالي مئتي كلب يوميا وكانت سلطات بكين قد منعت منعا باتا الكلاب من وسط العاصمة حتى العام 1983 لكن بعد رفع الحظر ازداد عدد الكلاب ازديادا ملحوظا وباتت العاصمة تضم اليوم بحسب بعض التقديرات اكثر من مليون كلب في مقابل نحو 20 مليون نسمة وما من قوانين تنظم معاملة الكلاب في الصينة غير ان الناشطين في مجال الرفق بالحيوان يصاعدون وطيرة نشاطهم وينددون بتصرف الشرطة وهم لا يتوانون مثلا عن اغلاق الطرقات في وجه الشاحنات المحملة بالكلاب او الهرر المنقولة الى المطاعم اشتركوا في القناة